من حيات أخرى ترأس المشرف العام على مشروع تأمين صحي الشامل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي جلسة تحت عنوان نحو التحول الأخضر مستشفى شرم الشيخ الدولي ناقشت الجلسة تحديات الاستثمار في الأنظمة الصحية وخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصحية واستعداداتها لمؤجهة التغيرات المناخية تم خلال الجلسة كذلك استعرضوا مشروعات التحول الأخضر بمستشفى شرم الشيخ الدولي ورحلتها من البداية حتى الحصول على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء أشار السبكي كذلك إلى التحول لمصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء محطة ذاتية للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة بالمستشفى